سلام عليكم اهلا بكم مع فيديو جديد انا محمد عليوا في فيديو بتاع النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا ومميزة جدا ادوات النشر وازاي ان تنشر فيديوهاتك وتوصلها للناس باسرع صورة ممكنة اول حاجة بنفكر فيها وبيفكر فيها اغلبنا الفيسبوك وخصوصا ان هو فيه كتير من الجروبات والاماكن اللي ممكن تنتشر فيها فيديوهاتك بصرع رهيبة في الفيديو بتاع النهاردة هساعدك ازاي انك توصل فيديوهاتك وتنشرها على الفيسبوك من غير ما ده ياخد منك وقت كبير ولا عناء كبير عشان يكون كل تركيزك وكل مجهودك في صناعة المحتوى الخاص بك يعني في خلال ربع ساعة ممكن تنشر الفيديو بتاعك على كل الصفحات اللي موجودة عندك وتبعاته لكل الاصدقاء اللي موجودين عندك على الفيسبوك تابعني في الفيديو ده اهلا بيكم مرة تانية ودلوقتي هنبدأ مع بعض الشرح هناخد بلنا من نقطتين مهمين جدا وإن الشرح بتاع درس النهاردة هينقسم الى شقين الشق الاول هديك مجموعة من الجروبات اللي فيها كتير من التفاعل فيها كتير من النشاط ، تحتاجك جداً في لو انت مش مشترك على جروبات كتير هتلاقي الملف ده هتنزل tended off هتلاقي في الوصف اسفل الفيديو هتلاقي الرابط بتاعه هتنزله طبعًا في مجموعة جبيرة جداً من الجروبات لانا جمعتها من على الانترنت او الجروبات اللي فيها اكتر التفاعل اللي موجود على الإنترنت الانترنت. هتفتح الملف ده بكل سهولة وتدوس على اي واحدة فيهم. طبعا انت ما فرض تخطم بالترتيب علشان ما تطلق بطش فيهم. بحيس ان لو انت اشتركت في واحدة ما تشتركش فيها تاني. وتعمل انضمام الى الجروب. بس تاخد بالك منقطة مهمة جدا اثناء عاملك ده ان انت ما تبعتش طلبات لجروبات كتير عشان الفيسبوك ما يلاحظش اي مشكلة هو ما يعملش معاك اي اجراء غير قانونية. انت مسلا خطهم بالترتيب رتبهم بنظام شوية. ابدأ واحدة واحدة بحيس ان انت هتشترك في جروبات كويسة. تمام? في منهم طبعا جروبات مش شغالة بس اغلبهم كويس وعليه نشاط كبير. مهمة جدا انت لو مشترك في جروبات اصلا ومع ما عندكش مشكلة يا بقى انت مش هتحتاج الى هذا الشقة من الفيديو تمام? وهتحتاج الى الشقة التاني بس. لو انت مشترك في جروبات تمام وما عندكش اي مشكلة مش هتحتاج الى هذا الشقة من الفيديو. ناخد بالنا من الخيار الاخير ده هيدخلك اوتوماتيك على جروبات كتيرة اوتوماتيك على الفيسبوك. يعني مجرد ما بتدخل الخيار ده بيدخلك على جروبات فيها تفاعل كتير ونسبة مشاركة وبسطات كتيرة جدا. ودايما ما بتتغير كل ما تطلع مسل تدخل مرة تانية تلاقيها اتغيرتوا فيها كتير من المجموعات ده بيبقى بمسابة استكشاف لجديد للمجموعات. كده البند الاول من شرح درس النهاردة خلص. هنروح بقى للبند التاني وهو الاهم والاقوى. تمام تمام. هتنزل اداة. هتروح طبعا على البروزر بتاعه كل مستقر بتاعك اللي هتشتغل عليه. وتروح على الاضافات. وتنزل اداة. تروح هنا جيت مور وتنزل اداة. هتنزل اداة تكتب في السرش الخاص بالاضافات طول. بعدين كت. زهرت معنا هيت فور اف بي. هتلاقي اول خيار ده هتعمل له اد تكرون. هتحمل معاك يا حجمها بسيط جدا وهتكون اداة مفيدة جدا. بعد ما تكون خلاص نزلت كده هتروح للاضافات تاني. هتلاقيها ظهرت معاك. تمام? وهيه ظهرت معاك فوق هنا بالشكل ده. طبعا انت اهم حاجة تكون مسجل في المستعرض ده بحساب الفيسبوك الخاص بك تمام? تمام? عشان طعف تشتغل بالاداة وتشتغل معاك مصبوط. وهيه هتلاقيها ظهرت معاك التول في الجنب هنا كده هتدوس عليها ضغطة واحدة هتفتح معاك بالشكل ده. هتنزل بقى في الخيارات اللي هو او الخيار ده انك تضغط لايك على كل البسطة اللي تطلع لك. وهيه هنا انك توافق على كل طلبات الصداقة. تمام? وهيه هنا انك تعمل نجز لكل الناس اللي عندك. تمام? وتعمل اضافة لكل الاصدقاء اللي تظهروا قدام منك. طبعا ديه كلها خيارات. فيه منها مهمة فيه منها مش مهمة. وهنا يلغي كل الكومنتات اللي انت عملتها قبل كده. ويلغي طلبات الصداقة اللي ما بعتلك وانت موافقتش عليها. وهنا يحمل لك الفيديوهات الخاصة بالفيسبوك. تمام? وهنا يبعت ستيكر لاصحابك. وهنا خيار مهم جدا وهو انه يبعت رسالة لعدد كبير من الاصدقاء. طبعا مجرد ما تضغط عليها يدخل على حسابك وبعدين يحولك على الصفحة. تمام? وبعد كده لو انت عندك اصحاب طبعا الحساب ده لسه جديد فيزهروا هنا بالشكل ده هتعلم عليهم وتختار اصحابك اللي موجودين. ويتضيف الرسالة وبعد كده هتعلم على اللي موجود لو انت عايزة مكون لك تتكه هنا على سلكت و بعدك هتعمل تمام تمام هنرجع بقى تاني مكان ما كنا للخيار التاني واللي انا بعتمد عليه هو خيار مهم جدا وهو يعني ايه هيعمل في كل المجموعات اللي موجودة على جروبات الفيسبوك. هتضغط عليه كده هيفتح معك. وليكن مسلا هكتب اي بوست مسلا هتحط الرائل لينك بتاع الرابط بتاعك مسلا اي حاجة تكتبها. تمام? وهتنزل هنا هتختار المدة الزمنية ما بين كل ارسال وارسال خليها عشرة صانية ما فيش منها اي مشكلة. وهنا بقى ممكن تعمل سلكت اقول وممكن تعمل يعني لو انت محدت كلك切 مرة واحدة تمام? بس انت حاول يعني ايه لو انت مسلا عامل فيديو مسلا عن الكمبيوتورات تبعد الجروبات اللي بتخص الكمبيوتورات. لو انت عامل فيديو عن اي حاجة مسلا عن الجمال مسلا عن الموضة عن اي حاجة انا تبعد في 걸로 يخص الحاجة دي. بحيس ان انت ما يحصل لكش مشكلة مع الفيسبوك لاني مسلا لو بعدت اللينك على صفحات كتيرة وعملت تبليغ ان اللينك ده غير مفيد وملوش لازمة. ممكن يتعمل لك عقاف الحساب لفترة معينة او يتعمل لك حظب انت ابعت علي انت تستفد علينا. وليكن مسلا نختار عشرين جروب تتين جروب بس ان انت محتاج في عنا تنشر عليها. مجرد ما هتدوس كده. تمام? العدد اللي انت عايزه. والكم اللي انت عايزه. هتيجي هنا على ستارت بوستنج هيعمل هنا هيبدأ البوست. نزل البوستات على الفيسبوك كوي. هيتم معاك الموضوع مش هياخد معاك حاجة. وانت كده بدون اي عناق هتلاقي بوست هنا بوست اس شيرد بوست اس شيرد. هو شغال مع نفسه وبيعمل البوستات بالطريقة ديت. لحد ما يخلص هيديك رسالة ان هو خلص البوستات. يعني هم وكل عشر ثواني بينزل بوست. وليكن هنا انا مختار مثلا تلت جروبات او اربع جروبات. مجرد ما يخلص هيديني رسالة دلوقتي ان هو خلص. الطريق دي هتوفر عليك كتير من العناق وكتير من المجهود. وهتخليك تفكر بس في انشاء المحتوى بتاعك. وهتفيدك جدا لان الفيسبوك اداة قوية جدا من ادوات النشر والادوات المساعدة على نشر فيديوهاتك وتوصلها الاكبر كم ممكن من الناس. هنا تمام بيقول لي بوست شيرنج كومبليت. وبكده يكون انتهى شرح النهاردة. في نهاية الفيديو حبيت ان انا اكون ساعدتكم وقدر لكم معلومة مفيدة. ويعرفوا ديما ان انا مش هبخة عليكم باي معلومة اعرفة او اوصل لها. ادعموني بلايك وشير وسبسكرايب عشان الفيديو يوصل لكل اللي محتاجه. كان معاكم محمد علي وانا.